طيب عشان نطمئنكم بقى على محمد الشناوي يمكن زميلنا العزيز اللي أستاذ أسامة إسماعيل المدير الإعلامي للتحاد الكوري اللي موجود مع البعثة في ويندي أفادنا إنه الشناوي بدأ النهاردة بعد الأشياء الأخيرة اللي تعملت له تنفيذ برنامج تأهيلي خاص به علشان يرجع بسرعة بيأكد على إنه التشخيص الدقيق شد في العضلة الخلفية فقط المسألة ممكن ما تحتاجش وقت كتير تتوقف على مدى الاستجابة الشناوي من نفسه قال إنه أرضية الملعب نفسها السيئة جدا سهمت في الإصابة بتاعته وإنه أول ما حاس بيها طلب التبديل لأنه كانت واضحة جدا بالنسباله لكن بيأكد على إنه الشناوي معنوياته جيدة جدا فرص إنه إن شاء الله تعالى يتم تجهيزه في أسرع وقت ده موجود حسب درجة استجابته والعضلة بإذن الله للبرنامج العلاجي التأهيل اللي منتمنى له يا رب منه سرعة الشفاء والعودة بإذن الله هنا لازم أحيي الشناوي لأنه الشناوي كان بالمباراة اللي قدمها مرشع أن يكون رجل المباراة وهو أحسن حارس في الدور الأول مؤكد لو كان قال لك ما تحامل على نفسه عشان ما ضاعش على نفس المكاسب دي كان محتمل تتفقد معاه هو كان أمين جدا مع نفسه ومع المنتخب ومعنا إنه لما إلي استوب واضحة حتى المشاور قال إن أنا عايز أغير ودي بس لازم تخدنا هي نفس الإصابة بتاعت الشناوي المتكررة ولا إيه عشان نشوف سببها لازم سببها جذريا يعالج ونتمنى إن الشناوي أكتر واحد يقدر يحافظ على نفسه وطبعا مش محتاج يثبت حاجة لحد خلاص مش إنه في حتة ويكفي يكفي المشهد الجميل اللي بين اللعيبة وبعضها وإعلقته بزميله وإعلق زميله بيه ونظرتهم إليه نتمنى له الشفاء يا رب إن شاء الله اللي بين الك related wet